ديكتاتور ورئيس دولة البوليس هكذا وصفت صحيفة زود دويتشا الألمانية السيسي قبيل زيارته إلى برلين في الثاني من يونيو قبل ثلاثة أعوال وفي مقال نشرته الصحيفة نفسها بعنوان ديكتاتور في برلين كتبت الباحثة بالمعهد الألماني للسياسات الدولية والإقليمية في همبورغ أنيتا رانكو إن مد البصاط الأحمر للسيسي واستقباله في برلين يمثل أمرا مؤذيا لألمانيا ومصر معا لم تتغير نظرة الإعلام الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية للسيسي عن ألمانيا ولعل خير دليل ما ورد في شبكة فوكس نيوز التي أعلنت صراحة أنه على الغرب ألا يصدق عبد الفتاح السيسي تعيش الصحافة المصرية واحدة من أسوأ أزماتها هذه الأيام في ظل الهجمة التي يشنها نظام قائد الامكلاب عبد الفتاح السيسي وتضمنت اعتقال عشرات الصحفيين وحجب مئات المواقع الإخبارية واعتارت هذه الهجمة الأمنية على الصحفيين انتقادات غربية عديدة حيث قالت وكالة أسوشيتد بريس أن حبس الصحفيين في مصر يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة والإعلام عصفت الوكالة الاتهمة التي وجهت إلى الصحفيين المعتقلين بأنها معلبة وتوجه لكل معارض النظام مشيرة إلى أن السلطات تردت صحفية بريطانية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المزعومة في إطار الضربة القوية التي توجهها لحرية الصحافة في مصر لم تعد نظارة سيسي تفرق بين أبيض وأسود أصبحت ترى جميع المعارضين من كافة الطيارات بعين واحدة لا تفرق بين قمع الإسلامية أو اليسارية فالجميع معرض للانتهاكات الجميع معرض للانتهاكات في دولة عبدالفتاح السيسي المجزرة الأشهر المجزرة الأكثر بشاعة في تاريخ مصر الحديث مجزرة فضة اعتصامية ربعة والنهضة الاعتصامين السلميين اللي يعني مفهومش تجاوز للدستور ولا القانون إزاي شافهم الإعلام الأوروبي ده اللي هنعرفه من الصحفية الهولندية رينا نيتشيز اللي كانت موجودة في مصر وقت فض الاعتصام رينا أهلا بك رينا أنت كنت من الصحفيين اللي كانوا في مصر وقت اعتصام ربعة العدوية ووقت المجزرة حكيلي في البداية إزاي عرفتي إن فيه فض بيحصل مين قال لك وروحتي هناك إزاي في وقت ده أنا كنت موجودة في مصر عمي تسعطي قوة في وقت ده أنا كنت موجودة في مصر يعني أنا كنت ساكن هناك وروحنا أنا والزميلي اللي قه يعني مرات كتير من هولندا وكان ساكن في بيروت رحنا رابع مرات كتير عشان كنا عايزين نشوف ويعني ايه بيقصر هناك طيب قبل ما نوصل روحتي الزيف الفضل ايه مشاهداتك في ربعة يعني بعض الوسائل اعلام المصرية بتقول ان كان فيه اسلحة وكان فيه صواريخ قالوا ان كان فيه صواريخ نووية شفتي الكلام ده فرد مثلا انا كنت في البيت واسميت انتفي وهم قالوا مثلا فيه سوريين يعني ده مش شباب اياتي اماني اياتي وهي قالت اماني الخياط هي قالت دول مش شباب مصريين دول فلسطينيين والسوريين وانا روحت هناك وانا ممكن اسمع الفر بين مصري والسوري وانا ابنا نسميت ولا حد بيحكوا سوريا كلهم مصري يمكن كان فيه واحد او اثنين بس انا ما شفتهم دول مصريين في مدى الربا بالزبط بالزبط وكمان مرى واحد مصري من هولندا هو شافنا وهو قه وهو قال انا كمان مكيم هنا يعني في الربا وانا احنا عملنا انتفيو معا وفي الصبح اه اربطاشر اه اربطاشر اوصف اه ايوه هو اتصل بي وهو قال دول واته انا حربت وفي رصاص في كل مكان اه 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 في رصاص في كل مكان ويعني دولواتي الاخداس اه اه ا بعد ق mile انا كنت ايزم اه بس اه 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 كنات الراديو هنا كنتشتغل اهbir فيه یعني في الوقت ده هما قالوا لا helpful ايخنا شايفين دولواتي بصور وهاما قالوا الآن ön اه ضيب ممت للبounds ليسما بس انا اتصلهم يعني انا اقرب انا عايزة اشوف يعني بس انا مش ادخل في الميدان فعلا يعني اقرب شوية. اقرب شوية. طب قربتي رحتي فين? من شر انا كنت جاية من الرهاب مدينة الرهاب على الشر نسيت الشارة بس الجانب الشاركي يعني هناك. شارع تاران? اه ممكن قوي يعني شارع تاران. وانا شوفت الدخان يعني من بعيد. وكمان انا لما وسلت اه ناس كانوا هربين وكمان انا شوفت يعني اه مش صندية انا نسيت كلمة بالعربي بس يعني فيها كان زيت يعني. يعني متحيالي هما رموا الزيت ده على على المكان وبعدين يعني كان في النار يعني كل حاجة. مين اللي عملت اه البليسة او اه انا شوفتها بين ايه يعني. اه اه اكبر من اه اه هاجة كبيرة اه 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 برميل يعني. برميل زوية. اه يعني اه اكبر شوية. وا انا شوف ده بين ايه ده افتكده مهم و يعني اه يوم بعدها وبالليل وفي نفس الليل انا مش فكر اه افتكده يوم بعدها احنا شوفنا. لا خلينا في يوم اربعتاشر. اوكي. انت شفتي الدخان. اه. وشفتي قوات الشرطة والجيش وهي بترمي برميل. اه. لمواد مشتعلة. انا انا شوفت البرميل الفاجة. الفاجة اه. الفاجة وكمان انا شوفت زيت في الشارع يعني. اه. طيب. اه بعد كده يعني حاولت يتقربي من مكان. انا انا كنت ايزا بس كان في بوليس وكان في مخابرات. ازاي تعملوا معاك? اه. يعني هما منقوا كل الناس اللي كانوا عايزين اه. 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 يدخلوا على مكان والناس حربوا وهما كمان اه. قالوا يعني خطير اوي يعني وانا ما كرابت يعني. ما كربتش تدخلي اكثر. طيب. شفتي ناس مصابة شفتي ناس يعني تم قتلها ولا المنطقة اللي انت فيها ما كانتش تلرؤية مش في الصبح يعني في الصبح انا ما شفت سناش اللي اتعترت بس يعني اليوم بديها او يمكن في نفس اليوم بالليل يعني في الجامعة احنا روحنا الجامعة وكان في كل الجوسس كتير وكمان ناس اتحرقت يعني احنا يعني ناس اللي كانوا يعني اسويت اللي كانوا مصابين تم حرقهم طيب انطباعك وانت مواطنة اوروبية انت روحتي الاراضي الفلسطينية المحتلة عملتي كاسحفية هناك واشتغلتي في مصر واشتغلتي ربما في اماكن اخرى من العالم ليبيا في ليبيا في وقت الثورة انطباعك عن يوم 14 اغسطس سنة 2013 يمثلك ايه؟ يعني كل الجوسس في جامعة انا كنت مع زميلي هناك يعني والريحة والمنظر ده ابتكرة اوحش حاجة انا شفت في حياتي يعني كمان الريحة يعني كان صعب اوي يعني كل الناس يعني هناك موجودة باهماش باهماش ده ابتكرة اوحش اه باهماش اوحش ده كان صعب اوي وكمان اه هكايات يعني كان في اه اه ايلة منهم كان موجودة واحنا كلمنا ناس كتير ويعني كل الهكايات وانا اعرف كمان اه مثلا واحد شاب هو مات وهو مش من اه مكمين رابا يعني هو كان يعني اه اه صدفة هو كان موجود هناك في المكان هو مش اه مكانش مكيم في المكان اساسا يعني وهو كمان مات اكتر حاجة لفت انتباهك صحفية اكتر شيء يعني خد الانتباهك يعني اه يمكن ريحة كل القصص هناك داخل الجامع يعني دا دا يعني اه اه حكم الاخداس يعني اللي حصل وكمان كل الهكايات وكل الناس اللي حربوا بعدين عشان البوليس كان ورا ناس تانيين يعني البوليس حين بيقتل اه اه هما كانوا عايزين اه يقبضوا على الناس اللي يعني اللي ما ماتش يقبضوا عليك اه 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 اكتر مشهد في المجزرة لازال في ذهنك بعد خمس سنين اه اكتر اكتر مشهد متأسرة بيه ونصة في ذاكرتك بعد مرور خمس سنين يعني اه ما صلا في كاسة عكت اه ما صلا ان اه لغاية دلواتي اه صحفيين اللي كانوا موجودين انا كنت موجودة كمان بس مش داخل الميدان وداخل الرابع بس يعني في صحفي ليسا في سيغن اللي كانوا موجودين او مسلا صحفي انجليزي هو اتعطل في اليوم دا وما فيش بخص ما فيش اي حاجة لغاية الواتي انا عرفته يعني مش كويس بس انا كلمته قبل الايام دي يعني وما فيش اول تقرير عملتي بعد المجزرة تفتكلي يعني انا كنت في الراديو وصفت كل ما انا شفت في نفس اليوم وبعدها احنا عملنا تقرير التلفزيون يعني داخل الجامعة يعني تلفزيون هولندي تفاعل الناس تفاعل الاعلاميين والسياسيين والهولنديين العاديين اللي مش اعلاميين والسياسيين مع تقرير من ارض الحدث بيرصب انقلاب عسكري وقتل المتظاهرين السلميين وجسس تم حرقها ازاي الناس تفاعلت معا دا؟ اه في الوقت دا انا ما كنتش في هولندا بس اكيد كان في شوق يعني كان في صدام ايه بيخصب يعني دا 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 كان واضح قوي بس انا انا كنت قوي داخل الاخجاز في مصر وانا ما ركزت قوي عن ردود الفيل في هولندا يعني اكيد جالت ربق افعال الناس بعتتلك او كده اه 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 الناس كانوا خايفين انا انا فكرة كان عندي ايميل في نفس اليوم الكلهم يعني البوس بتاعي رئيس الكناء يعني قال من الراديو قال يعني ما تروحيش ما تروحيش ما تروحيش يعني كان بالهروف كبيرة عشان هما كانوا خايفين قوي ايه بيخصب اه كان بتصل في مصر بعد المسبحة كان في احداث كتير تظاهرات وحشود وملايين من المصريين نزلوا الى الشوارع وبرضو كان في مجازر في في مع مجزرة الفتح جامع الفتح الاثنين مثلا انتي كنت ازاي شايفة الموقف يعني كنت شايفة انه اه ان اعداد الناس في الشوارع بتقول انه مفيش ثورة مفيش مدافعين عن الشرعية وعن محمد الدكتور محمد نورسي رئيس الجمهورية المختطب ولا كنت شايفة ان فيه تعامل عنيف بالرغم من وجود الملايين في الشرع اه كان فيه تعامل اه عنيف يعني انت اه انت بتقول من البوليس والالساق من البوليس والبوليس والمسلحة عموما اه واه على فكرة انا انا فكرة يوم اه 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 قامت الفجر احنا كنا في نحن كنا في وسط البلد وانا كنت عايزة اروح بس زميلي كان خايف ونحن ما روحناش وكان في ناس ماتوا هناك طبعا كمان كان كمان اخداس عنيفة وكمان قبل الرابعة كان في كمان مذابح يعني مش واحدة منصة والحرس الجمهوري ايوة ومرا في حرس الجمهوري نحن كنا موجودين ونحن كنا لازم يعني نلاقي مكان انشان كمان احنا شوفنا روساز يعني قدامنا يعني مش بعيد انتي روحت لليبيا وروحتي فلسطين هل عشتي موقف زي الموقف اللي عشتيها وقت المجزرة وقت ربعة لا دا كان اوهاش هاجة دا كان اوهاش هاجة بس كمان في ليبيا انا لازم اقول انا ما كنت في الترابلس ترابلس كان عنيف جمان كمان او ومسراتة مثلا بس اللي انا شوفت دا كان اوهاش المراسلين والصحفين الاجانب تحديدا تعرضوا لتضييق والمضايقات وبعضهم اتقتل صحفي بريطاني ومراسل او مصور فرنسي على ما اتذكر هل عندك انت تجربة شخصية مع الاحتكاك الامني او التعامل الامني من الشرطة او الجيش في الفترة دي في اليوم دا ايوه في الفترة دي اه في مصر يعني كان واضح قوي اه المخابرات وما كانوا اه لبسين لبس عادي او او بطلة مسلا بس من تصرفاتهم واضح قوي احنا كنا ممكن نشوف مين من المخابرات اه وعشان كده احنا خوفنا يعني اه نعمل كل حاجة اه اللي احنا كنا عايزين يعني نعمل اه اه زي ما قلت اه من شوية انا كنت خايفة يعني ادخل اكتر في المدان طيب اه انتي بتعرفت كلمة عربي كويس وبتبعي الاعلام وبتبعي الامان الخياط اكيد تبعتي الصحافة المصرية وسائل الاعلام المصرية في الوقت دا ايه تقييمك وتعقيبك انت كصحفية اوروبية على اه الادايا الاعلاني لوسائل الاعلام المصرية في مسألة المجزرة اه انا فتكرة لغاية دلواتي بس اه اه خاصة في الوقت دا يعني في السيف دا اه اه سيسي او جيش اه افل اه كل الكنوات اللي كان عندهم اه يعني اه 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 كلام يعني اه معارض اه اه معارض اه مسلا وانا فتكرة اه اه ودلواتي نفس بس لهال اه مفيش اعلام يعني دا 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 زي السلاح وهما بس بيجيبوا اه اراهم او كل هاجة اللي اه مفيد ليهو بس دا مش اعلام يعني عشان اه لو ايحد بيقول هاجة يعني هما مش عايزين دا مستحيل يعني شايف ان هما مشاركين في المسبحة بشكل اخر بشكل اعلامي اه 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 يعني احنا كنا اوي اه في المكان يعني اللي وكلمنا ناس كتير بس اه طبعا زي ما اه ما قلت من شوية لما هما بيقولوا دا سوريين كان في في طرف الميدان مرة اه كان رقص سوريا اه 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 دبكة شكرا واشان كدا اه انت في مسلا قالت يعني كلهم سوريين وحتى في الرهاب اه كان واحد جار سوري وهو قال انت رايح عربا كلهم سوريين وكلهم اخوان اه انا سألتو انت خط الفكرة دي منين اه من التلفزيون يعني حتى السوريين يعني اللي كان مش بعيد مش بعيد من مدينة ناصر بس ما 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 راحوا هنا اه اه كان بيسعدوا الالام المصري وانا كنت لازم اقولهم لا دا وكمان يمكن حاجة الديبلوماسيين كانوا خايفين يروحوا رابا وهما كانوا عايزين يرافوا الديبلوماسيين هولندي هولنديين وهما كانوا عايزين يسمع مننا السحفيين يعني ايه انتو شفتوا هناك يعني مين الناس اللي دول يعني يعني هاته الديبلوماسيين الاوروبيين خايفين يروح هناك انا مش عارفة كلها من كل سفارة بس الهولنديين ما راحوا ما راحوا مش طيب اه التعامل مع المجزرة في الاعلام الاوروبي هل تعتقد لي كان على على نفس المستوى الحدث يعني مقات المصريين قتلوا في الشارع وهم سلميين تم احراق الجسس زي ما انت شفتيها ويمكن شميتي رحتها وشفت بعينك الجسس التعامل الاوروبي في الاعلام الغربي عموما كان على مستوى الحدث ولا كان منحاس انا مش عارفة من كل الكنوات طبعا بس انا افتكر اللي انا شفت كان زي ما هو يعني زي مكانة الاخداش في مصر يعني الموقف الرسمي ده بالنسبة الاعلام الموقف الرسمي الاوروبي من المسبحة والمجزرة وتعاملهم معها ازاي شفتي ااااا يعني انا اريت قبل البرامج كمان مرة استيتمنت يعني ملاحزات من كاثرين استن وفي الوقت ده كانت قوي وكان عندهم خوف قوي يحصل في مصر وهم بيقولوا مثلا ده مش طريق الأدام أبدا الأنف ممكن يكون طريق إلى الأدام وحاجات زي دي الملاحظات في الوقت ده كانت أقوى بكتير من الملاحظات دلوقتي طيب هم اللي قتل وانقلب على تجربة ديمقراطية بين قصين أوروبا تدعم الديمقراطيات كان جزاءه أنه بيتم استقباله في ألمانيا بيتم استقباله في إيطاليا بيتم استقباله في فرنسا هل تتناقض أوروبا مع قيامها لدعم الديمقراطية في استقبال مجرم زي عبد الفتاح السيسي؟ صح في كاسا حاجاتا مثلاً أوروبا في وقت الأخداس من الوقت ده واقف الفلوس كبير على مصر بس في نفس الوقت وزير الخارجية هولندي قالي يعني إخنا ممكن نقف وإخنا نقف الفلوس بس السعودية والإمارات بيجي يعني ما يهمهمش كتير يعني عشان فلوس من هناك أكتر أكتر كبير كتير وكمان كان في قرار في الاتحاد الأوروبي اللي منع بيع السلاح على مصر ولكن فرنسا بيجي ألمانيا بيجي بس فرنسا نمر واحد فرنسا نمر واحد يعني هولندا للبحرية وبعدها كمان هولنديين وآخرين قالوا خلاص لو فرنسا يبقى كتير عبية سلاح نبقى كمان نستفيد بالفلوس يعني يعني الدول الأوروبية ندى نقولنا باعت قيامها وباعت حفظها المبادئ الديمقراطية مقابل لها تبقى السلاح وتاخد فلوس وأنا أفتكر في كمان هاجة كبيرة تانية يعني في أوروبا أكبر حزب يعني دا الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الأوروبي مع كازا أحساب تانية بس الديمقراطيين المسيحيين وكمان السوشيال ديمقراطيين يعني الاستراكين وهما مع بعض يعني أغلبية منهم هما مع بعض خيفين من الإخوان المسلمين فيما الإسلاميين آه وهما كانوا يمكن مبسوطين اللي حصل مبسوطين بالإقلاب والقتل حتى للناس مش بالقتل طبعا بس هما كانوا خيفين كمان من الإخوان المسلمين من مرسي وفي أنا بكالم برلمانيين في البرلمان الأوروبي وهما بيقولوا في نغايد الواتي ودا بيخصل على طول في مثلا رجال الدين من مصر وهما بيقولوا سيسي كويس سيسي كويس والمسيحيين أوكي لو المسيحيين في مصر بيقولوا سيسي كويس إخنا ندعم سيسي وإنت لازم كمان تعرف يعني ما فيش برلمانيين أوروبيين أو إنت يدين سالخانتيني عن معا مثلا يعني مش كل البرلمانيين في هولندا في كل مكان كمان في البرلمان الأوروبي طبعا عارفين يعني الشرق الأوسط يعني بأمك يعني عشان عندهم ملفات كتير ولو مسيحين بيقول كده يعني ممكن يكونوا بياخدوا معلوماتهم من الجالية المسيحية المصرية الموجودة بالخارج ده حسب البرلمانيين في البرلمان الأوروبي هما ألولي يعني ده بيخصل هما شايفين ده بيخصل طيب ماذا لو حدست مجزرة ربعة في هولندا تخيالين الجيش انقلب على العيلة المرتقالية العيلة المالكة الحاكمة وأطاح برئيس الوزراء والأحزاب والناس نزلت تتظاهر في الدام مثلا المنطقة الكبيرة في وسط البلد في عمستردام فتقدمت المدرعات وأتلوا الهولنديين وأحرقوا جسدهم كما حصل في ربعة العدوية في مصر إيه اللي كان ممكن يحصل؟ في الأول أنا كنت عايزة أقول يعني عمستمعناش طبعا من أولي التخيل يعني آه إحنا معنناش جيش قوي آه قوي يعني وكمان إحنا بيعنا دبابات لمبارك يا مالكوش بجيش قوي والدبابات لعمبارك يعني صعب أن نتخيل بس أكيد في رضا في مساعدة من ألمانيا ومن فرنسا ومن كل مكان يعني طب تتخيالي لو حصل ده في دولة اوروبية مجزرة زي دي كان رد الفعل الاوروبي حيبقى باهت وحياتعن طبعا يكون في رد فعل قوي افتكر افتكر يعني افتكر طبعا احنا شوفنا سيبرينيت يعني والكاتيبة الهولندية طيب خلينا نطلع نشوف تقرية عن خمس سنوات على المجزرة يعني العلامة الفارقة في جبين الانسانية على الاقل في مصر الا ما يكن في العالم رابع على عجب هو كان علاقة بي كان قائد لشباب مدية نصر كله كان مسؤول عن معسكرات عن رحلات عن تنظيم فعليات كان حاجة كده حاجة مختلطة من كذا حاجة تخليك تستعجب تخليك فعليا فعليا كده تاخده رمز مستحيل ينزل منه يعني كان يقابلك يعني يديك مسؤولين بوليها في الشكل وانت فرح من هو يدربك كده تفرح قوي ايه ساعة اله بعدين انت عارف ديه الصفات القيادة انه ازاي يكلمك وازاي كده مستحيل مكنش ده قائد مستحيل مين كان يصدق ان مصر الناس الغلابة اللي طول عمرهم اخوة واحباب وجيران ومعارف يحصل ما بينهم كده طول عمرنا كمصريين محدش قدر يفرق ما بيننا ابدا عمرنا ما اسمعنا جملة اسطدام سيحي ما تكلموش ولا ده اخوان ملكش دعوا بيه ولا دي بش عراه هتخش النار طول عمرنا كمصريين حاجة واحدة من زمان واحنا صغيرين كان اللي فينا بيعمل حاجة غلط وما ترضيش ربنا بيلاقي الاستاذ محمد الملتزم بيكلمنا ويدحك معانا ولما كانت بنت بتفكر تقابل ابن الجيران كنت بتلاقي جاريتها الملتزمة بتقولها بلاش حرام بعد 14-8-2013 بعد التاريخ ده الملتزم والملتزمة اللي كانوا حفظين القرآن وبيفكرون دايما بربنا اتقال عليهم ارهابيين وقتلا وخارجين عن القانون فلقيناهم جسس دموهم مال الشوارع في ربعة البنت المختمرة اللي حفظ القرآن واللي دايما بتمشي ويعنيها في الارض بتوع الشرطة جم خدوها من البيت وضربوها وهنوها في وسط الناس اسلبوها اخوان ازاي قدر يخش ما بيننا كل الفرقة دي ازاي سكتنا لما لقينا الموت ما بيطولش غير اللي كان معروف عنه في منطقته ان جدعوا ابن ناس وحافظ القرآن 14-8-2013 ذكرى مجزرة ربعة الذكرى الخامسة السودة في تاريخ مصر رحل عنا صحابنا اللي كانوا بيشدونا في الأجازة عشان نحفظ قرآن راحوا وعمرنا منسناهم في الأول لما اتخدعنا مزعناش عليهم بس لما عد بينا الوقت والزمن اتأكدنا وعرفنا انهم كانوا احسن ناس عرفناهم في حياتنا لأنه بموتهم اتقلب الحق باطل والباطل حق ما لقناش حد يدافع عن الحق ولا حد يهاجم الباطل في الميدان من أول يوم كنا بنحاول ان احنا نتكلم الناس ونفهمهم علشان كان فيه لسه ناس كتيرة مش مستوعبة ان اللي حاصل ده انخلاب ربعة العدوية وميدان النهضة ايقونات حصلت في مصر عشان الناس تفهم وتتعلم وتعرف مين الصح ومين الغلط ربعة العدوية ذكرى لما بتقدم بتبان في عينينا احلى عشان كل ما بتقدم كل ما بنشوف بلاو في حياتنا عمرنا ما سمعنا عنها الناس دي خرجت عشان رجوع الديمقراطية لمجرها الطبيعي والصحيح ما خرجوش عشان نقص لبن اطفال او الحكومة شارت حافز ومن يومها والحد النهاردة عشان القضية دي فيه ناس بتموت بتموت بعد اختفاء قصري وزي ما يكون موتهم بفكرنا باللي استشهده من خمس سنين ربعة اثبتت للعالم كله ان رجالتها كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون ابدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنيا من دينهم او شرعيتهم او وطنهم بالاسف فكر خطير غير قابل للحياة ولا مع نفسه يقتل نفسه لو قد ياخد نفسه للقتل غريب او يا رينا ان عبدالفتاح السيسي بيتكلم عن القتل وهو القتل الاشهر في تاريخ الدولة المصرية رينا في النهاية لو عندك نصيحة للمشاهدين المصريين اللي بيتابعوا الاعلام المصري اماني الخياط واحمد موسى تقولينهم ايه يعني انا فكر انا كنت سكرة في مصر وانا سميت كل يوم يعني الاخبار يعني في الاخر انت بتشك انت تفتكر يعني ايه الحقيقة عشان انت بتسمع يعني ده يعني تقول كثير 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 وفي الاخر انت يعني صعب انت تعرف يعني ايه الحقيقة فانا افتكد ده نشاط قوي كل البروبغاندا ده صحيحهم يسمعوا ويصدقوهم ولا يحذروا منهم المواطنين المصريين يسمعوا الاعلام بتاع السيسي الاعلام المصري ياخدوا معلوماتهم من خلال الاعلام ده ولا يعني اه احسن لو هم يسمعوا حاجة تاني بس اه يمكن صعب او لو انت تفتح تلفزيون في باس باس ده جزيرة مكملين انا مش ارف لو جزيرة اه ممكن تشوفه في مصر عشانا عند الوقت انا بارك هو موجود القناة ولكن ولكن فيه ناس بتبلغ على بعض يقولوا ايه الحادي شغل الجزيرة اه شغل مكملين او اموان انا خطير خطير اوي يعني ما تمناش ابدا ان الهولندا ولا اي دولة في الدنيا يكون فيها زي اللي حصل في ربعة ونتمنى السلام للناس اجمعين اشكرك رينا نيتشز الصحفية الهولندية اه اشكرك على شهدتك على اللي حصل في ربعة وبيما انك كنت موجودة هناك شكرا لك عفو ربعة يا جماعة مش ذكرها هنعد نفتكرها ونتباكى ونزعل لا ربعة لازم تكون شغلة نور تضيق للناس اللي جاي ربعة لازم تكون اشارة بدء الحياة جديدة حياة بيكون فيها العيش والحرية والعدال الاجتماعية ما تخليش الضربات تقسم ظهرك وتخليك تتنازل عن هويتك او تتنازل عن احلامك الطريق طويل ومحتاج اللي يكمل اللي هيكمل مش ببيان ولا باجتماع ولا بنقعد نكلم نفسنا لازم يكون عندنا وعي ازاي نبني بلدنا ازاي نوصل للحرية ازاي نحافظ عليها ازاي يبقى عندنا القوة اللي تدافع عن الدولة الديمقراطية الشرعية عن مصر عشان ما يجيش مجرم يبيعها لكل واحد شوية شكوركم واشوفكم على خير السلام عليكم في امان الله وتصبح على خير اشتركوا في القناة